اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلنت خلية الاعلام الحربي عن قتل قرابة خمسين مسلحا من داعش وتدمير مقارة للتنظيم بقصف جوي عراقي في قضاء تلعفر غرب الموصل وقالت الخلية في بيان انه استنادا لمعلومات وقالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فقد وجهت القوة الجوية عدة ضربات جوية اسفرت عن تدمير مستودع كبير للاسلحة والعتاد الخفيف والثقيل وردم انفاق موجودة تحت المستودع بالكامل وقتل ما يقارب من خمسين ارهابيا اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان تنظيم داعش هاجم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الى الشرق من الرقة ما ادى لاندلاع اشتباكات وخطف عدد من الاشخاص واضف المرصد ان الاشتباكات اوقعت خسائر بين نازحين ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية ويوجد في منطقة الكرامة التي استهدفها التنظيم المتشدد مخيم للنازحين اعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش العقيد ايرايان ديلون تراجعا بنسبة 92% في مشاركات المرئيات الديعائية للتنظيم على تويتر خلال شهر ايار مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ولفت ديلون الى ان التحالف اسس هاشتاغ بعنوان اسقطوا داعش من اجل ارشاد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى كيفية الابلاغ عن مواد داعش المتطرفة ويعد تويتر من ابرز المنصات التي استغلها داعش عبر بث دعاياته المرئية والمكتوبة لتجنيد المقاتلين اعربت الجامعة العربية ومجلس الامن الدولي عن ترحيبهما بالاعلان المشترك الذي وافق عليه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ووافق السراج وحفتر الثلاثاء في باريس على اعلان من عشر نقاط يتعهدان فيه بوقف لاطلاق النار لا يشمل الجماعات المتطرفة وتنظيم انتخابات باسرع وقت اكدت شرطة مدينة هامبورغ الالمانية ان شخصا قتل واوصيب عدد اخر في هجوم بسكين في متجر في المدينة الواقعة شمال البلاد الجمعة واضفت الشرطة الالمانية ان المهاجم اعتقل عقب الهجوم وقالت شرطة هامبورغ على تويتر انه ليس لديهم معلومات واضحة بخصوص الدافع وراء الهجوم او عدد المصابين اعلنت وزارة الدفاع الامريكية ان كوريا الشمالية اطلقت صاروخا بلستيا بعد اسابيع من اختبار بيونج يانج اول صاروخ عابر للقارات وقال المتحدث باسم الوزارة جيف ديفيس انه رصد اطلاق صاروخ بلستي من كوريا الشمالية وانه يجري تقييم للوضع وسيكون لدى واشنطن مزيد من المعلومات سريعا الى اللقاء اشتركوا في القناة